النهاردة الرئيس اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال ان الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني كمان الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة مع تشديد الرقابة الصحية وفق طبعا أعلى المعايير الموودة وده على منافذ الدخول للبلاد الرئيس كمان عقد اجتماع مع رئيس شركة شنايدر إلكتريك العالمية بحضور رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة السفير بسام راضي قال أن اللقاء شهد الاتفاق مع شركة شنايدر إلكتريك على قيام الشركة بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر تنفيذاً لستراتيجية الدولة لتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من طبقات تكنولوجيا وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدمها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد رئيس شركة شنايدر للرئيس السيسي حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر خلينا نشوف هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لوكريمون رئيس شركة شنايدر إلكتريك العالمية وعدداً من قيادات الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد الاتفاق ما بين وزارة الكهرباء وشركة شنايدر إلكتريك على قيام الشركة بإنشاء عدد من مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء في مصر وذلك في إطار الخطة القومية لإقامة وتطوير تلك المراكز على مستوى الجمهورية وهي المراكز التي سترفع من مستوى خدمة توصيل الكهرباء وكذلك من جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة وقد رحب السيد الرئيس بتكسيف التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا وهو التعاون الذي يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة في ضوء زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة بصفة عامة وفي إطار الخطط التنموية الشاملة التي يتم انتهاجها في كافة ربوع مصر بما فيها التوجه نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة كما أن هذا التعاون سيعود بالمردود الإيجابي والقيمة المضافة على الشركة الفرنسية من خلال نجاح أنشطتها في مصر وذلك على غرار ما تم مع شركات عالمية أخرى من تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخها وقد أكد رئيس شركة شنايدر إلكتريك على حرس الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص وعيدة وقد أكد السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك لإنشاء وتطوير مراكز التحكم وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن استمرارية التغذية الكهربية وفقاً للمعايير العالمية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحضور لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس كورونا المستجد وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني وقد وجه السيد رئيس في هذا الصدد بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية خاصة من خلال التعاون والتنصيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة والقيام بحملات التوعية المثمرة للمواطنين من مختلف الفئات بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها وكذا تجديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد وقد أكدت السيدة وزيرة الصحة والسكان أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت خطة استعداد في هذا الشأن كما أشارت الدكتورة هالا زايد في ذات الإطار إلى الجهود الحالية للدولة فيما يتعلق بتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الترصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة وعرضات الإجراءات التي تمت لإجلاء واستقبال الوافدين المصريين من الصين بالإضافة إلى ما قامت به مصر من إهداء شحنات من المستلزمات الوقائية إلى الصين في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر